الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد كراءة بالتهجي مع حكام التجويد سورة الملك من أول آية 5 لآية 8 انتبه معي وفتح واء لا مفتح لا ولا قا فتح قا ولا قا والقاف من حرف الاستعلاء المجموعة في جملة أكمل كلام يقول القاف من حرف الاستعلاء المجموعة في جملة ايه لسه اي لنها من شوي طيب يبقى خص ضغطي نقض هذه حرف الاستعلاء دال سكون مع القلقلة والدال من حرف القلقلة المجموعة في جملة أكمل قطبه جدين أحسنت ولا قادئ ولا قادئ زي فتح زي يا شدة فتحة زي يا نون شدة فتحة مع الغنى زي أن آلف سكون مد طبيعي وقفا ويحزف المد في حالة الوصل بسبب التقاء الساكنين زي أن همزة وصل ووسط الكلام لا تنتق ويبدأ بفتح لام سكون شمسية مضغمة وجوبا في السين المشددة مع الفاتح زي النس زي النس اوعى تقرأ وتقول زي النس غلق لا زي النس من فتحة ما السماء آلف مد واجب متصل السماء لماذا قلت واجب متصل لأن المد والهمز كلهما جاء في نفس الكلم همزة فتحة السماء همزة وصل ووسط الكلام لا تنتق ويبدأ بها بالفاتح لام سكون شمسية مضغمة وجوبا في الدالة المشددة معظم أدو نون سكون أدون يا فتحة يا الدنيا آلف صغيرة مد طبيعي الدنيا وخلي بالك كلمة الدنيا دي فيها إظهار مطلق الكلمة الدنيا دي من أربع كلمات في القرآن الكريم بيبقى فيها إظهار مطلق يعني في حرف النون هنا نراحز النون سكنة وجاء بعدها حرف يا ورياء من حرف الإضغام بغن لكن لا يوجد إضغام في كلمة واحد لأن لو أضغمنا في نفس الكلمة هيتغير معنى الكلمة يعني هنقرأ الدنيا ما ينفعش يبقى الدنيا حتى هو في المصحف جاب لك النون عليها علامة سكون فإحنا دايما بنقول لما تلاقي النون عليها علامة السكون يبقى فيها الإيه الإظهار فهذا الحكم ليس بإضغام بغن فهذه الكلمة من الكلمات المستثنى اللي هي كلمة صنوان وكنوان وبنيان والدنيا الدنيا ألف صغيرة ألف سكون مضى طبيعي بقى كسر بي من فتحة ماء بما صاد فتحة ص والصاد من حروف الاستعلاء بما ص ألف صغيرة مضى طبيعي مع تفخيم الألف لأنه جاء بعد حرف استعلاء والألف يتبع مقبله من حيث التفخيم والتركي بما ص بما ص ص بقى كسر بي بما ص يأسكون مضى طبيعي بما ص بما ص بي بما ص بما ص بما ص بما ص حرف استفاء بمصابيح وفتح وا جيم فتح جا وجا عين فتحها وجاها لمسكون مع الاظهر المطلق وجعل نون فتحنا وجعلنا الف صغيرة مضة طبيعي وجعلناها فتحها وجعلناها الف سكون مضة طبيعي وجعلناها را ضمة مع الاستعلاء فالراء لان الراء مضموم رو جيم دمجو رو جو ووسكون مضة طبيعي رو جو ميم فتحتين مع الاظهر في اللام المشددة مع الكسر يبقى رجو مالي رجو مالي وهذا الاظهر اسمه اضغام من غير غنة لان جاء حرف اللام بعد التنوين اه ودايما حروف كلمة رل لما يعني الراء او اللام لما يجو بعد التنوين يبقى اسمه اضغام من غير رجو مالي لام سكون شمسية مضغمة وجوبا في الشين المشددة مع الفتح لشايا فتحيا لشايا الف صغيرة مضة طبيعي لشايا طا كسر اعطي لشايا طي لشايا طي لشايا طي هجوما للشياطين نقفوا عليها مد عرض للسكون عشان عليها علامة طيب سؤال ما معنى صل هذه يعني ايه الوصل اولى مع جواز الوقف الوصل اولى مع جواز الوقف لما نلاقي هذا العلم لو انت نفسك قصير تقف عليها ان شاء الله ما فيش مشاكل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين لان من مع الحروف القلقى المجموعة في جملة كتب جدل واعتاد نون فتحنا واعتاد نا الف سكون مض طبيعي واعتاد نا لان فتح لا هاضم له من لان ميم سكون مع اظهار الشفوي ودايما في الازهار الشفوي في احكام الميم الساكنة بتلاقي الميم عليها علامة ايه السكون لهم وأعتدنا لهم عين فتحة ذا الفتحة ذا عذا ألف سكون مضة طبيعي عذا با فتحة با عذا با وأعتدنا لهم عذا با همزة وصل وصلة الكلام لا تنطق ويبدأ باب الفتح لمسكون شمسية مضغمة وجوبا في السيد المشددة مع الفتح السا عين قصرعي السعي يأسكون مضة طبيعي وصلا عارض للسكون وقفا السعي رأى قصرعي السعيري نقف عليها السعير وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم طيب هنلاقي فينا أحكام إيه وللذين ننتبه لمخرج حرف الذا طرف اللسان مع طرف الثناء العلي وهنا في مضة طبيعي في الياء كفارو ننتبه لأن الكاف والفا من حرف الاستفال كفارو أوعى تكرأ وتقول كفارو كفارو لا قفارو غلط كا كا كفارو كفارو وعندنا الرأى فيها صفة الاستعلاق لأنها مضمومة والواو في حكم المد الطبيعي وفي هنا ألف سفر مستدير هذا حرف عل زائد وسط الكرام لا ينتك وصلا ولا وكفان يعني كأنه غير موجود عندنا إنما هو في الرسم العثماني فقط كفارو بربهم بربهم هنا في الميم في حكم إظهار شفو لأن عليها علامة السكون عذاب جهنم برضو ننتبه لمخرج الذال وجهنم فيها النون مشددة مع الفتاة صلي الوصلة أولى مع جواز الوقف وبئس المصير كلمة المصير في هلام كمري وهنا الياء بنقف إيه عليها مد عارض للسكون وطبيعي في حالة الوصل إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور هنا في حكم إيه إذا ألقوا هذا اسم الحكم إيه مد جائز منفصل لماذا كلنا منفصل لأن المد في كلمة والهمز في الكلمة الثاني بنمد بمقدار أربع حركات من طريق الشاتبي إذا ألقوا فيها 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 مد طبيعي في حرف الياء سمعوا وكذلك الألف في مد طبيعي سمعوا برضو ألف سفر مستدير وسط الكلام لا ينتق وصلا إيه ولا وقفا سمعوا لها وبرضو هنا في مد طبيعي في الألف في كلمة لها شهيقا وهي تفور شهيق هنا مد طبيعي في الياء اللي بعد الها وفينا إضغام بغنى لوقوع الواو المفتوح بعد التنوين بالفتح والواو من حروف كلمة إيه رد علي من حروف كلمة إيه يبقى الواو من حروف كلمة ينمو شهيقا وهي يبقى إضغام بغنى وهي تفور وهنا بنقف على الواو مد عرض السكون والراء بيكون مفخم لأنه جاء بعد حرف ساكن وقبل ساكن حرف إيه مضموم تكادوا تميزوا من الغيظ هنا يعني إيه الحكم اللي هنا في اللام ديات لم كمارية في كلمة الغيظ الغيظ وبرضو الغاين مفتوحة ومفخم لأن الغاين من حروف الاستعلاء المجموعة في جملة خصة ذات انكذ وننتبه للمخرج الضاء برضو طرف اللسان مع طرف الثناية العليا تكادوا تميزوا من الغيظ هكذا وبعد تقرأ وتقول الغيظة زي بعض الناس بيعمل قلقالة كده في الضاء هذا طبعا خطأ مع النصري يعني الوصلة أولى مع جواز الوقف كلما ألقي هنا في برضو مد جائز منفصل يوم مد المجدار أربع حركات أربع أو خمس حركات لأن المد في الكلمة والهمزة في الكلمة الثانية فيها مد طبيعي في حرف الياء وكذلك الألف اللي بعد الهاء فوجون سألهم هذا حكم إخفاء حقيقي لوقوع السين بعد التنوين بالضم والسين من حرف الإخفاء المجموعة في أوائل كلم البيت صف ذا ثانا كم جاد شخص قد سمدهم طيبا زد في تقن ضع ظالم يبقى بنقرأها كده فوجون سألهم سألهم الميم فيها إظهار شفوي وعليها علامة الإيه السكوت خزاناتها آلم برضو هنا مد جائز منفصل لوقوع المد في الكلمة والهمزة في الكلمة الثانية طيب آلم دي يعني ننتبه دايما أول حاجة الميم دي فيها حكم إيه إظهار شفوي كلمة آلم ننتبه للنطق ما نقولش آلم لأن آلم اسم بمعنى الواجعة وإنما النطق الصحيح آلم آلم وليس آلم آلم يأتيكم نذير وهنا هنلاقي الميم في كلمة يأتيكم فيها حكم إيه إظهار شفوي نذير مد عارض للسكون يبقى ننتبه للآيات الكريمة من ثاني ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها لو أنا نفسي قصير أقف كده وابدأ من الكلمة ثاني وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير يعني ربنا سبحانه وتعالى المعنى ولقد زيننا السماء القريبة التي تراها العيون بنجوم عظيمة مضيئة للسماء الدنياني وجعلناها شهوبا محرقة لمستاركي السمع من الشياطين لأن الشياطين كانت بتطلع تتصنط إلى أخبار الغيب من السماء وتسمع الملائكة ويبتكلم وبعد بعثة النبي عرسى السلام الله تبارك وتعالى جعل هذه النجوم رجوما للشياطين فالشياطين لا تستطيع التصنط إلى أخبار السماء وأعتدنا لهم يعني في الآخر عذاب السعير يعني النار المقضة يقاسون حرخ الله مأجرنا من النار يا رب العالمين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير يعني للكافرين بخالكم سبحانه وتعالى عذاب جهنم وسائل مرجع لهم جهنم نسأل الله عز وجل أن يجرنا من النار إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور يعني إذا طرح هؤلاء الكافرون في جهنم سمعوا لها صوتا شديدا وهي تغلي غليانا شديدا يا رب سلم تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير يعني تكاد جهنم تتمزك من شدة غضبها على الكفار يعني الجهنم غضبانة تغضب لله سبحانه وتعالى من هؤلاء الكفار لأنهم أشركوا بالله عز وجل وكفروا بالله جل وعلا كلما طرح فيها جماعة من الناس يعني اترام فيها كده مجموعة أو فوج من الناس سألهم الموكلون بأمره على سبيل التوبيخ اللي هو زبانيت جهنم يقولوا لهم إيه ألم يأتكم نذير يعني ألم يأتكم في الدنيا رسول يحذركم من هذا العذاب الذي أنتم فيه يعني توبيخا يعني طيب الآن بعد معرفنا تفسير الآيات والأحكام التجودية عزيز نقرأ الآيات يعني فترة لا يقل إيه عشر دقائق كده كراءة متصرة عشان نحفظها إن شاء الله الحمد لله رب العالمين